الأمم المتحدة تحاول تفادي ارتدادات الموقف الحكومي الغاضب على مستقبل المهمة الدبلوماسية لمبعوثها إلى اليمن مارتين جريفث واسط تطورات معاكسة هذه المرة تتضمن تهديدات من برنامج الأغذية العالمي بوقف توزيع المواد الغذائية بمناطق سيطرة الحوثيين في شمال البلاد فقد أعربت المنظمة الدولية عن قلقها الشديد من الأحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن ومما أسمته تشدداً في الخطاب تجاه مبعوثها الخاص خلال الأيام الماضية هذا الموقف عبر عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغاريك الذي وصف الإجراءات المتخذة في اتفاق الحديدة بالإيجابية وأعرب عن تفاؤل الأمم المتحدة إزاء الالتزام الثابت الذي كراره الرئيس هادي وحكومته دوغاريك حثى في مؤتمر صحفي الأطراف اليمنية على العمل مع المبعوث الخاص إلى اليمن لإحراز مزيداً من التقدم في تنفيذ اتفاق سوكولم التصريحات الأممية لا يبدو أنها ستنجح في كبح جماح موجة الغضب الصادر عن الحكومة الشرعية بمختلف مستوياتها حيال الترتيبات الأخيرة التي أشرف عليها جريفث في الحديدة فقد انتقد رئيس الحكومة معين عبد الملك سعيد دور المبعوث الأممي مارتين جريفث وإجراءاته بشأن تنفيذ اتفاق سوكولم المتعلق بتسليم موانئ مدينة الحديدة واعتبر خلال لقاء له مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير دي دوشكين بأن ما جرى في الحديدة من تسليم ميليشيا الحوثي الموانئ لأنفسهم أمراً غير مقبول ويخالف الاتفاق بشكل صريح مشدداً على أن مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن وليس مباركة ما وصفها بالخطوات الأحادية الالتفافية للإستمرار في الحرب ضد الشعب اليمني وفي مسار معاكس يقوض مصداقية جريفث هدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين الحوتيين بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها جاء ذلك في رسالة وصفت بالتحذيرية وجهها المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفت بيزلي إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى هي الثانية من نوعها منذ ديسمبر من العام الماضي البرنامج وفقا لما جاء في الرسالة عبر عن القلق إذا استمرار اختلاس مساعدات غذائية وتحويل مساراتها في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة المتمردين خصوصا بعد أن جاء المتمردون بطلبات جديدة تقوض الاتفاقات الموقعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر